هل تخيلت نفسك في يوم من الايام وانت نايم على سريرك؟ تفتح عينك وبدل ما تلاقي نفسك موجود على السرير تلاقي نفسك في مكان مظلم جدا ومرعب تبدأ تتلفت يمين وشمال فتحس ان في حاجة جنبك فتحاول تحسس بايدك وتلمسه فتتفاجئ ان انت ماسك بايدك جسة بشرية تحاول ان انت تهرب بسرعة وتتحرك في ناحية اليسار فتلاقي جسة جديدة على وشك التحلل وتكتشف فجأة ان مناخيرك وازنك وكل ما انطقف جسمك مليانة قطن تبدأ تشيل القطن من انفك فتشم رائحة قذرة جدا وتكتشف انك بدون ملابس تماما ونايم على الارض على الترعب ومحاصر في غرفة ضياءة جدا داخل قبرك اتدم جمت فروقك وبدأت تتنفس بصعوبة حاولت تطلب المساعدة من اي حد موجود بالخارج ولكن مفيش اي حد بيسمعك احساس يا صديقي مجرد ما هتفكر فيه هتحس بالرهبة والرعب الشديد ولكن مهما تخيلت ومهما وصلت درجة الرعب فمستحيل تحس احساس حقيقي لشخص اضع فعلا ايام داخل القبر وسط الظلام المرعب والجسس البشرية الموجودة في كل مكان تخيلت معايا خلاص تعالى بقى عشان هنحول دلوقتي الخيال لحقيقة في البداية شكرا جدا يا صديقي على كلامكم الجميل على الصطف في الحلقة اللي فاتت وتفاعلكم الرهيب في الساعات الاولى وكمان الناس اللي اخدت الحلقة ونشرتها في كل مكان فهم دول الناس اللي بيخلونا نستمر ونتشجع ان احنا نقدم الافضل فشكرا لكل واحد فيكم بيعمل لايك او كومنت او بينشروا الحلقات فبدون دعمكم انا مش هقدر اكمل ولو لسه جديد معنا واول مرة تشوفني فاهلا بيك يا صديقي ما تنساش ان انت تشترك في القناة عن طريق الزرار الاحمر لو حابب ان انت تشوفني مرة تانية وبدون قطالة وكلام كتير بسم الله فلنبدأ مارو مارو وانت فين مارو مارو انت اختفيت مارو مارو وانت جيت مارو مارو انت خبيت عشان ساهم مش حافز خايف اني انسى بحرق في المشهد كاني نهاية المسلسل ارض الاف هو مستك مارو موس يعني مستة منع كلو كومنتات وزي ميدو عالانستة عندي اكتر من قصة وكل قصة مليانة باحداث غريبة ومرهبة في دول مختلفة ولكن خلونا نبدأ بالقصة الاولى والبطاعة احداثها في دولة لبنان بتبدأ قصتنا في سنة 2020 لما انتشر فويس غريب لشخص بيقول مصطفى وفي البابا ميت باربع الشهر اليوم فتح قبره لقوه عايش كان عم يدفن واحد حده قعد يصرخ طلعوني فتحوا قبره لقوه عايش القصة لسا منتشرتش ومحدش عارف اللي بيحصل وياطر ايه هو السر وراء الفويس اللي انتشر في كل مكان خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مصطفى وفي اتوافه وابنه كل يوم بيبعث له رسائل نصية بيقوله فيها قد ايه هو وحشه وبيحكيله عن تفاصيل يومه وزي ما يكون الابن بش مستوعب ابدا ان الاب خلاص فريق الحياة لحد ما في يوم من الايام الابن يسمع الكلام اللي تدول عن ابوه وان ابوه موجود في قبره وبيتكلم وبيطلب الاستغاثة من الناس في الوقت ده الابنه ما ترددش ثانية واحدة ان هو يجري على طول على المقابر ويشوف الحكاية هل والده فعلا ما زال على قيد الحياة والذي كلها مجرد اشعاعات راح الشاب عند ابر والده وفضل يخبط عليه ويقول له ارجوك ارجوك لو سمعني يجاوب لكن ما كانش فيه اي صوت ولا اجابة من الاب سمعت البرامج التلفزيونية عن قصة الشاب واللي حصل منهم برنامج اسمه الجديد على ما اعتقد كان بيقدمه طوني خليفة فريق البرنامج قرر ان هو يروح بالليل المقابر ويكتشف اللي بيحصل فيها هل فعلا العم مصطفى ما زال على قيد الحياة وكانت المفاجأ لما وصلوا للمقابر وحاولوا منهم ما يتواصلوا مع العم مصطفى ويتكلموا معها ما كانش فيه اي رد تماما بالرغم من ان كل الناس اللي موجودين في المنطقة كانوا بيأكدوا من العم مصطفى بالفعل كان بيطلب الاستغاثة قال الشاب الفريق البرنامج ان والدي مصاب بمرض السكر ولو كان فعلا فقف القبر زي ما الناس بتقول فكان هيحتاج لحقنة الانسولين ولو ما اخدش الحقنة بتاعته فبش هيقدر اصلا ان هو يطلب الاستغاثة وهيموت من تاني مثل مثل هالعالم انا عادي بشغل اليوم ما في ايشي بيشي ناس لهون بيقعدوا بيقرأوا فاتحة ما بعد يسمعوا صوت من هذا القبر يا الله اختنعت يا الله اختنعت من هذا القبر فما انا ما عارف مين هالناس هيدي القصة وصلت كل على كل التواصل الاجتماعي وهنا يا صديقه ممكن بكل بساطة اللي حصل ان الاب فعلا كان في غيبوبة سكر ولما كان موجود جوه الابر كان بيطلب منهم الاستغاثة ولكن ما حدش لحقه في الوقت المناسب فرجع تاني ميت على كل حال تنتهي قصة العم مصطفى بدون ما يفتحوا القبر ولا يتأكدهم هل هو فعلا على قيد الحياة ولا لا ولكن تمر الايام وكل يوم نسمع عن قصص غريبة ومرعبة حرفيا ظهرت في الاعلام منهم ناس اتدفنت في القبور ومنهم ناس كانت في مستشفيات ومنهم ناس بيقولوا منهم راحوا للبرزخ ورجعوا من الحياة مرة تانية كلام غريب جدا وقصص فعلا مرعبة هتخلي جسمك يا اشعر كده لما تسمعها للمرة الاولى وبالرغم من غرابة القصص وان الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ما يستوعبهوش اي عقل بشري الى ان اصحاب القصص دي بيقسموا انها قصص حقيقية بداية قصتنا مع الشاب محمود ظاهر واللي عمره 16 سنة واللي كان ماشي في الشارع في لبنان في امان الله فايتفاجئ بطلقات نارية تختار جسده كان اخر ماش هتشافه هو احشاء المرمية قدامه على الارض وحسب كلامه في البرنامج فبطنه كانت فضية تماما مفهاش اي احشاء حاولوا منه هما يسحبوا من المكان ولكن الواضح كان صعب جدا بسبب وجود القناصين في كل مكان واي حد كان هيقرب منه كان هيتم اطلاق النار عليه لكنهم ادربوا عجوبة انهم يربطوا حبل في جسمه ويسحبوه لكن حتى القناصين في الوقت ده مسبوش الحبل في حاله وحاولوا منه هما يطلقوا عليه النار عشان يقطعوه قبل ما يتم سحب الجسة ولما سحبوه نعلو للمستشفى تأكدهم هناك ان هو فارق الحياة ويوم السبت بعد صلاة الظهر يتم اعلان خبر الوفاة والاهل بدأوا في تجهيز العزاء ومراسم الدفن ولما وصلوا للمقابر عشان يدفنوا الجسة يتفاجئوا ان محمود ظاهر ما زال على قيد الحياة في الوقت اللي كان محمود فيه فاقد الوعي بيقول ان روحه انتقلت لمكان بعيد او عالم اخر وصف العالم ده ان هو غريب جدا وكان عبارة عن طين لونه احمر او بني وكان بيحاول ان هو يتحرك ويمشي من المكان ولكن كان بيمشي ببطء وصعوبة جديدة جدا لحد ما يجي كائن غريب لونه ابيض يحط يده على راسه فيرجع للحياة مرة تانية ده اللي قاله محمود واللي حصل معاه ولكن الموضوع ما يتوقفش على محمود لوحده حتى ان الغرب يا صديقي حصل عندهم نفس الشيء ولكن بتفاصيل اضاكه اكتر وعايزك تستعد دلوقتي لاننا هنتكلم عن اكتر قصتين مرعبين في حلقتنا النهاردة والرعب الحقيقي هيبتدي من الدقيقة دي واحدة من القصتين اللي هنحكيهم حصلت في مصر والتانية حصلت في سويسرا السيد جورتين ار كارلو خليني اقولك بالضبط ايه اللي حصل معاه او ايه الكلام اللي قاله بالضبط في المقابلة اللي اتعاملت معاه على التلفزيون بيقول في سنة الفين وستاشر كنت اشعر بالبرد الشديد طوال الوقت استمريت على هذا الحال لمدة شهرين كنت اقشعر واشعر باشياء غريبة وفي الخريف ذهبت لزيارة عائلة في ايطاليا في الطريق شعرت بالبرد الشديد فعودت الى سويسرا وذهبت الى الطبيب لكن حتى الطبيب لم يكن يعلم سبب مرضي فقالها للطبيب تحتاج الى الراحة فقط قد تكون في حالة برد ذهبت الى سريري وزوجتي حاولت مساعدتي بالماء الدافئ لكن الوضع اصبح لا يحتمل وطلبت من زوجات الاسعاف وعندما انتقلت للمستشفى قال الاطباء انني اعاني من مرض الاحادي لم اشعر بجسدي حقا دخلت في غيبوبة طويلة الامد ومدت اكلينيكيا لعشرة ايام وجدت نفسي في عالم غريب كل شيء يبدو باللون الابيض وفجأة وجدت ضوء ابيض ظهر منه مخلوقان اشكالهم حقا كانت غريبة ثم تفاجأت بأمي تسألني ما الذي اتى بك الى هنا ماذا تريد؟ قلت لها انا لا اعلم حقا اين انا؟ وفجأة ظهر لي كل افراد عائلة الاموات خالتي وعمي وجدي وجدتي وكانوا يسألونني باستغراب من اتى بك الى هنا؟ وانا لا اجد الجواب كانهم يتحدثون وانا فاقد القدرة على الكلام تماما لكنهم يستطيعون فهمي وفهم ما يدور في رأسي ورأيت الاف البشر وسط هذا النور كانوا اشخاصا يرتدون ملابس بيضاء وكانوا لطفاء للغاية وسعداء ثم اتى الي كائن مضيء وقال لي لا تخف انا في هذا الوقت لم اكن خائف رأيت المزيد من الكائنات النورانية وعرفت انهم ملائكة كانت اشكالهم جميلة ادركت في هذه اللحظة انني ميت سألوني هل تأتي معنا ام تريد البقاء؟ فقلت لهم نعم اودت البقاء ادخلوني لمكان به احصنة كانت احصنة جميلة وشعرها طويل جدا منهم حصانين ناصعين البيض وحصانين لونهم اسود فسألوني ايا من الاحصنة افضل فاخترت الحصان الابيض فاخبروني حسنا لقد احسنت الاختيار وفجأة عدت مرة اخرى للحياة سمعت صوت الممرضة تتحدث وادركت انني على قيد الحياة مرة اخرى اما بالنسبة للقصة الاخيرة معنا فهي قصة لشاب مصري والقصة دي تعتبر هي القصة الاقصر حزنا في حلقتنا النهاردة ولكنها في نفس الوقت مرعبة جدا انا شخصيا يا صديقي لما شفت القصة دي حسيت ان جسمي اشعر كده وهي ظهرت لبصدفة على الفيسبوك وانا بألف الفيديوهات ولكن لقيت ان هي قصة مصيرة جدا وتستحق فعلا انك تسمعها كان فيه اخواتي بس كانش بقربه مني كله كان خايفين اه كان خايفين مني انا كنت كنت عامز مقاضل عصاية كده ما كنتش فيه لحم خالص كانش معندي فيه لحم خالص كان خايفين مني وانايم بحلقة كده وانايم بقى انايم بحلقة وشارط واحد بقى ايه وجسمي كله بتنفي تلاتة شر كانت بتحرم يتنفي كده على طول تلاتة شر بتبدأ قصتنا في سنة 2002 لشابه عمره تلاتين سنة عايش في منطقة الجمالية كان راجع من الشغل بالليل تناول الاكل بتاعه ونم في السرير زي اي يوم عادي لما دخلنا متأخر جدا في الوقت اهله حاولوا منهما يصحوا من النوم لكن الشاب ما كانش لا بيتحرك ولا بيتنفس واصل الطبيب وبدأ يكشف على الشاب وقال لهم ان الشاب ده توفى من يومين ومن الواضح كده ان الاكل اللي اكله قبل ما ينام كان اكل مسموم غسلوا الشاب وخدوا له المجبرة وفضل الشاب موجود في قبره لمدة يومين كاملين وبعد يومين يصحى الشاب من الموت زي ما بيقول وكان بيعتقد ان هو مازال موجود على سريره لكنه يتفاجئ بالقطن الموجود في انفه وفي قدنه وفي بقه وفي كل مكان في جسمه ولما شال القطن من انفه شام رائحة قذرة جدا طبعا في القبور بيكون الجو ظلم جدا وكأنك اعمى بشايف اي حاجة حواليك فبدأ ان هو يحسس بيده في كل مكان وتفاجأ ان ييده موجودة على جسس بشرية في اللحظة دي بيقول ان شعره كله وقف من شدة الرعب وحاول ان هو يسحف ويتحرك من مكانه ويطلع على السلم ويطلب الاستغاثة لكن من سوق حظه وهو طالع على السلم رجله تتعور فينزف دم كتير جدا هو ما كانش حاسس ابدا بالقلم ولكنه كان حاسس برجله والدم بينزل منها طلع على سلم القبر وفضل يصرخ ويطلب المساعدة من الناس لكن يمر يوم والتاني وما فيش اي حد ساعده تماما بالرغم من ان في ناس كتير سمعوه وهو بيصرخ الى ان كل اللي كان بيسمعه في المكان كان على طول بياخد نفسه ويجري من المكان لانه كان بيعتقد ان المكبرة اللي طالع منها الصوت هي في الاصل مكبرة مسكونة في اليوم الرابع واحد من الناس اللي بيسمعوا الاصوات دي باستمرار قرر ان هو يروح للطراب ويقوله على اللي بيحصل قاله في مكبرة موجودة جوه وعلى ما اعتقد ان المكبرة دي مسكونة بالجن ودائما بس مع صوت غريب طالع منها كل ما بعدي من هناك خادوا الطراب الشخص ده وطلوا على المكبرة وبالفعل سمع صوت الاستغاثة فجريوا على طول على مركز الشرطة عشان يبلغوا عن اللي بيحصل واصلت على الفور رجال الشرطة والمحقوقين وفتحوا الطربة والطرابي تطوع ان هو ينزل للمكبرة ويطلع الشخص ده بنفسه كان وقت نزول الطرابي للمكبرة كان وقت صلاة الفجر يعني تقريبا نفس الوقت كده اللي انا بصور فيه دلوقتي نزل الطرابي للمكبرة عادي زي ما هو متعود وطلع الشاب ولكن الصدمة هو اللي حصل للطرابي بعد ما طلع من المكبرة وجرد ما بص الطرابي لوجه الشاب جالوا سكتة قلبية ومات في الحال الشاب كان شكله فعلا مرعب جدا كان عبارة عن هيكل عظمي متحرك وشعره كان واقف وشكله فعلا يرعب اي انسان واللي زادت ينبله هو موت الطرابي فلما الطرابي مات كل اللي موجودين في المكان بدأوا يصرخوا ويجروا في كل مكان حتى ان رجال الشرطة كانت بتجري من الشخص ده ومحدش عايز يقرب له ابدا ظن الناس في الوقت ده ان الشخص ده فيه لعنة او هو من الجن او ان فيه حاجة مش طبعية لكن واحدة من اللي موجودين تصرفت بحكمة ورمت ملاي على الشاب وعلى الفور خدونا قلول المستشفى لكن الشاب ده لما اصل للمستشفى والاطباء صمعوا قصته كل اللي في المستشفى حرفيا انهربوا منها والمستشفى بقت فضية تماما وفضل الشاب لمدة 3 شهور كاملين ما بيتكلمش ولا كلمة واحدة وبعد مرور 3 شهور يقدر الشاب ده ان هو يتكلم ويحقي قصته للعالم كله وحاليا الشاب بتعافى وما زال موجود لحد الان على قيد الحياة وبيطلع في برامج تلفزيونية كتير وبيحكي قصته على كل حال يا صديقي دي كانت القصة الاخيرة لاشخاص عادوا من الموت في حلقة النهاردة اتمنى ان الحلقة تكون عجبتك واستمتعت بيها ودخول الانسان للقبر هو شيء طبيعي جدا وكلنا في يوم من الايام هنكون موجودين في المكان ده فلا هيفرق بين شخصه والتاني هو عمله فحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل اعمال كويسة عشان تنفعك في اليوم ده وبس دي كانت كل حاجة عندنا في حلقة النهاردة اتمنى ان انت لو وصلت للنهاية فتضغط لايك للفيديو عشان اعرف كم واحد وصل للنهاية كمان لو حابب ان المحتوى ده ينتشر في كل مكان فانشروا الحلقة مع كل اصدقائك ولو حابب ان احنا نكون اعرف فتابعنا على الانستجرام اللي ظهر قدامك على الشاشة تلوقت في النهاية خد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما شوفك باذن الله في مقطع جديد والسلام امان امان